المشروع الثاني في سباق الأفكار للابتكار الحكومي هو فريق طاقات هذا الفريق يهتم بمستقبل كوكب الأرض والحفاظ على الاسدامة يقدمه فريق طاقات فليتفضلوا مشكورين صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحن فريق طاقات هذا الفريق اللي يتكون من جهات التحادية ومحلية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة طبي العمر سبحانه في البداية نعرف بأعضاء الفريق فرح الزرعوني هند المطوع روي الزهر عذيب القايدي قريب المطوع عبداللطيف عبدالله وظاعة المهيري وعزة سليمان ومحدثكم هزاء النعيم طبي العمر قبل ستة شهور أعطيتنا تحدي أنك تشوف مشاريعنا وابتكاراتنا على أرض الواقع والحمد لله خلال هاي الستة شهور الفريق اجتمع وطلعنا بخمسين فكرة غلصناها إلى ثلاث أفكار وطلعنا في النهاية بهذه الفكرة الابتكارية طاقات اللي تتوافق وتتماشى مع اعتماد صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آنهيان رئيس الدولة الله يحفظه للسياسة العليا للتكنولوجيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واللي أعلنت عنها سموكم بيوم أمس واللي تهدف أن نكون مستعدين لعالم ما بعد النفر طويل العمر 100 مليون كيلوات في الساعة هو تقريبا استهلاك دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية كل عام لكم أن تتخيلون التكلفة المالية لضغطية هذا الاستهلاك نحن اليوم في فريق طاقات حابين نشارك بحلم ورؤية رؤية بأن تكون مصادر الطاقة المتجددة في حياة كل واحد مننا اليوم في فريق طاقات قدرنا نحصل على الدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي ومن سعادة سعيد الطاير اللي وفر لنا مركز محمد بن راشد للطاقة الشمسية لإجراء الأبحاث ودراسات الأولية اللي أتمل هذا المشروع تتلخص فكرة مشروعنا الابتكاري في تطويرنا لآلية يديدة لصناعة الخلايا المولدة للطاقة نقدر من خلالها أن نستفيد من أكثر من مصدر من مصادر الطاقة الطاقة الشمسية والطاقة الحركية الناتج من الحركة حركة الناس حركة السيارات الدراجات وغيرها قدرنا أيضاً أن ندمج هذه التقنية اليديدة في البنية التحتية الحالية للطرق الأسفلتية للشوارع لمواقف السيارات وغيرها من الاستخدامات وإنارتها بطريقة مبتكرة نحن نعدك طويل عمر أن نطبق هذه الفكرة لأول مرة في المرحلة القادمة إن شاء الله من خلال استبدال أجزاء من أرضيات مركز محمد من راشد للطاقة الشمسية وإن شاء الله نشوف هذا الابتكار في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حدائقنا وفي شوارعنا إن شاء الله هذا الابتكار بيغير نمط حياتي بالكامل بيضيف نمط صحي من خلال الحركة اللي بنستخدمها في إنتاج الطاقة أيضاً بيوفر بيئة مستدامة تغطي تكاليفها وتمول نفسها بنفسها وتقلل أيضاً من البصمة الكربونية مما لا شك فيه إن هذا الابتكار يعد تحول جذري في استخدامات الطاقة النظيفة والمتكاملة لمستقبل أكثر إشراق وأكثر سعادة لتحقيق رؤيتنا في دولة الإمارات رؤية الإمارات عشرين واحد وعشرين ولكن هذه البداية فقط نعم طويل عمر هذه هي البداية فقط هدفنا أن تكون دولة الإمارات مركز الأبحاث وأول مصنع ومصدر لهذا الابتكار إلى كل أنحاء العالم لأننا نحن دائماً لا نرضى إلا بالمركز الأول وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر